السلام عليكم ورحمة الله درسنا اليوم التربية الإسلامية للصف الرابع الابتدائي اليوم عندي الدرس الثالث صفحة 24 من الحديث الشريف وحدة المسلمين وتعاونهم طبعا هذا الحديث للحفظ قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا صدق رسول الله قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا صدق رسول الله خلنا أخذ شرح الحديث ونحل المناقشة هذا الحديث الشريف أن الرسول عليه الصلاة والسلام علاقة المؤمن يعني يبين علاقة المؤمنين بعضهم ببعض يعني تجمعهم بالمحبة والآخاء وتعاونهم فيما بينهم يعني واحد يرحم بعضهم للبعض فلذلك شبه الرسول عليه الصلاة والسلام وحدة المؤمنين بمن بالبنيان والجدار القوي المرصوص بالحجارة شبه الرسول عليه الصلاة والسلام وحدة المؤمنين بالبنيان والجدار القوي المرصوص بالحجارة التي يقوي بعضنا يعني بعضهم بعضا فيجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن ويكون له سند وعون يعني كالجسد الواحد يعني مثلا إذا اشتكى منه عضو تألمت جسد كله وأصابته الحما فديننا دين الرحمة والإنسانية هي دين التعاون والمحبة والآخر فذلك نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى ولا تعاونه على الإثم والعدوان فهذا يقصد بالحديث الشريف خلينا نحن المناقشة أولا التعاون على البر والتقوى من صفات المسلم اذكر حديث نبوي واضح ذلك قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه وبعضا صدق رسول الله ثانيا يقول أعطي أمثلة تبين فائدة التعاون يعني مثلا نقول مثلا تعاون بأي شيء بالمدرسة لازم نتعاون يعني بتنظيف المدرسة يعني فيما بينهم يعني لازم نعاون على أي شيء بتنظيف التعاون مولة المدرسة البيت الشارع أي فتشيء أي دليل ثالثا شارك أصدقائك في نشاط يدل على التعاون أمثل ما قلنا نفس الشيء هم لازم يعني مثلا بأي شي نتعاون بشؤون البيت بشؤون المدرسة يعني أي عمل لازم نتعاون عليه رابعا كيف شبه رسول الله هاي النقطة الرابعة كلش مهمة كيف شبه رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدة المؤمنين شبههم بالبنيان شوفوا هاي ماما بالبنيان والجدار القوي المرصوص بالحجارة شبههم بالبنيان والجدار القوي المرصوص بالحجارة التي يقوي بعضها بعضا هاي حل مناقشة صفحة 24 من الحديث الشريف من وحدة المسلمين وتعاونهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته